تستمر فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام والحقيقة يعني فعليات كتيرة جدا الواحد هيتكلم عن ايه ولا ايه لكن انا توقفت امام مئات الالاف من المصريين اللي دخلوا من الفعليات اللي تمت الايام اللي فاتت دكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي علنت امس الخميس نتائج بحث مهم بعنوان تكلفة التطرف والارهاب في بصر في سلاسة عقود اللي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية البحث استهدف تناول الحقيقة قضايا التطرف والارهاب اللي عانت منها مصر منذ عقود طويلة في اطار رؤية سياسية وتقافية واقتصادية واجتماعية شاملة تبحث في الاسباب والجزور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والارهاب في اطار شراكة فاعلة كان هناك عدد كبير من الباحثين الحقيقة اللي كانوا موجودين مبارح انا حضرت الحقيقة كانت ندوة هيلة جدا كان اداء وطني وعلمي ومهني حقيقي وكان البحث اللي طلعوا المركز المصري الحقيقة يعني لما بيتت صفحوا وقرأوا دراسة موضوعية وعلمية بشكل محترم جدا قام عليها عدد كبير جدا من اخوانا وزملائنا الباحثين في مراكز دراسات او الشخصيات المعنية بالبحث في هذا الامر كل دا الحقيقة تم تحت اشراف الدكتورة نفين القباج ودكتور خالد عكاشا ويعني بالتفاف كبير جدا من المتقفين اللي كانوا الحقيقة بشهدوا هذا اللقاء ايضا عدد كبير من الناس زي من النائب علاء عبد وقع كتابه جديد بعنوان المواجهة الجنائية لجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصر والدول العربية والحقيقة كان الكتاب دا بيناقش المواجهة الجنائية لجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مصر والمقصود بغسل الاموال والتمييز بينه وبين تمويل الارهاب واركان جريمة غسل الاموال ومخاطر عمليات غسل الاموال وأيضا في ندوة شرفته بالتوجد فيها بالأمس شهد معرض الكتاب الدولي أمس حفل توقيع المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستابع الوطن الأمين العام ممثل الأغلبية في البرلمان كتابه الأول حكاوي السياسة حكاوي السياسة هو مجموعة مقالات تتحدث عن السياسة ما هي السياسة من هو السياسي رؤية واضحة الحقيقة في هذا الأمر وأيضا كمان تكلم عن اسلوب إدارة الانتخابات تكلم عن قضية الأصالة في الشخصية السياسية والشخصية العامة تكلم عن بلدنا قنى وعن سيد عبد الرحيم القنائي تكلم عن عصر جمال عبد الناصر الذي وصفه بأنه عصر وطني وله امتداداته تكلم عن القيادة السياسية الحالية الرئيس عفتاح السيسي وعن مشروعه الوطني ودوره في مواجهة الإرهاب وإنقاذ الدولة الوطنية وعن مشروع النهضة المصري الذي تعيشه مصر من خلال هذه الإنجازات اللي طرحت منذ يعني تولي السيد الرئيس مهام الحكم في عام 2014 وحضر الحقيقة السيد وزير الشباب وحضر أيضا وزير الشؤون سيد وزير الشباب الدكتور أشف صبحي طبعا وزير الشؤون النيابية المستشرة على فؤاد وعدد كبير من النواب والحاضرين ويعني كان الحديث فيها يدور حول السياسة والسياسين وتلقى الأسئلة حول هذا الأمر أيضا غضا السبتة صديف معرض الكتاب ندوة كتاب الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة وده من إصدار دار المعارف للدكتورة جهان زكي عضو رجلة العقاة الخارجية بمجلس النواب وأستاذة الحضارة المصرية بمركز البحوث بجامعة سوربون الدكتورة جهان قالت أن الدبلوماسية الثقافية هي أحد فنون الإدارة ومن أهم الاستراتيجيات التي تستخدم لإرساء دعاء متجددة للسياسة الخارجية للدول طبعا هناك كثير من الندوات حيث سيدة وزيرة الثقافة دكتورة نفين كناني تصر على أن تحضر جزء كبير جدا من هذه الندوات وأيضا الدكتور أحمد أيضا رئيس الهية العامة للكتاب بيحضر وبيشارك ونتمنى بالفعل أن نحن نشوف في اليومين الجيين المزيد من الندوات هناخد فاصل ثم نعود لنركمل معكم